التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت تاجرينتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزية وخلال لقائه مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزية أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية مشددا على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار رفض الرئيس الأوكراني فلودمير عزلينسكي إجراء أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وقال زلينسكي أن الروس الذين يقتلون ويضربون المدن الأوكرانية بصواريخ كروز كل يوم لا يمكن أن يكونوا راغبين في السلامة مشددا على ضرورة مغادرة القوات الروسية لأوكرانيا أخلت السلطات الروسية قريتين روسيتين بسبب حريق اندلع في مستودع للذخائر يقع قرب الحدود مع أوكرانيا وقال حاكم المنطقة في بيان الرسمي له إن مستودع للذخائر اشتعل قرب قرية تيمونفو الواقعة على بعد أقل من خمسين كيلو متر من الحدود الأوكرانية في إقليم بيلجوردو مشيرا إلى أن الحادث لم يتسبب في سقوط أي ضحايا أعلنت مدينة خاركيف الأوكرانية مقتل 17 شخصا وإصابة 42 آخرين في هجومين روسيين على المدينة الواقعة شمال شرق البلد وقالت خدمة الطوارئ المحلية إن ثلاثة مدنيين قتلوا وصيب نحو 17 في هجوم صاروخية وقع قبل فجر الخمس وجاء ذلك في عقاب هجوم الروسي على خاركيف الأربعاء وقالت خدمة الطوارئ في البداية إنه أسفر عن مقتل 12 شخصا أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتوريش عن قلقه البالغ زاء الوضع في محطة زابوريجيا الأوكرانية التي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد تعرضها للقصف وأكد جوتوريش للصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولدمير زلانسكي ضرورة سحب العتاد العسكرية والقوات من المحطة مشددا على ضرورة عدم استخدام المنشأة في إطار أي عملية عسكرية وقال جوتوريش إنه توجد حاجة ماسة إلى اتفاق لإعادة إعمار البنية التحتية المدنية في زابوريجيا وضمان سلامة المنطقة أعلنت السلطات الأمريكية سقوط قتل في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين قبل هبوطهما فوق مطار محلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وقالت إدارة الطيران المدني الأمريكية إن الاستضامة وقع بين طائرة ثنائية المحرك كان على متنها شخصان وطائرة أحادية المحرك كان على متنها الطيار فقط وأضفت في بيان لها أن الطائرتين استضمت بعضهم البعض بينما كانت طيران في مرحلة الهبوط الأخيرة في مطار واتسونفيل المحلية من جهتها قالت إدارة مدينة واتسونفيل إن الحادثة أصفر عن سقوط قتل دون أن تحدد العدد أو تقدم مزيدا من التفاصيل انتهى بذلك موجز التاسع نعود لاستكمال لباقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل